الأهداف الكبرى دوما تحتاج إلى وسائل لتنفيذها وقد حرص أبناء صهيون على اتخاذ الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافهم وهذه الأهداف تحتاج إلى مناهج استعملها الصهيونيون لتنفيذ أهدافهم ومخططاتهم أما هذه المناهج فهو السيطرة على كل مناح الحياة ومن أهمها وأخطرها السيطرة الفكرية وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة والقنوات الفضائية والإخبار المشبوهة وفي ذلك المجال جاء التنظيم اليهودي تنظيما دقيقا وأنشأت وكالات الأنباء الكبيرة في العالم التي يقوم عليها اليهود وقاموا بالإعلانات الصاخبة المدوية عن أي حدث يريدونه كي يفكك وحدة الأمة المسلمة وكذلك من بين تلك الوسائل السيطرة السياسية وسبيلهم إليها التغلغل في الأوساط السياسية واكتساب التأييد الدولي وضم كبار الساسة والمسؤولين إلى صفوفهم بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة وخاصة في المجتمع الغربي وكذلك من مناهجهم السيطرة المالية وهي أخطر تلك الوسائل كذلك وذلك عن طريق البنوك وبيوت المال التي يهيمن عليها اليهود ويوجهون بها النشاط الصناعية والتجارية لمصلحتهم ويتحكمون في الاقتصاد الفردي والاقتصادي الجماعي بما يدعم نفوزهم السياسي كذلك من مناهجهم الصهيونية التي يسيطرون بها على أخلاق الأمة السيطرة الأخلاقية عبر الإعلام المشبوه وذلك بالإغواء الجنسي وهو أقدم وسائل الصهيونية على الإطلاق لتنهار منظومة القيم في كل مكان ويصبح هم الشباب الأكبر إرواء غرائزهم الجنسية وعندئذ تنهار الأخلاق فتسهل السيطرة عليهم وكذلك من وسائلهم السيطرة العسكرية وهي أشد وأفزع من تلك المراحل السابقة كذلك إذ إن السيطرة العسكرية تمثلت في مناهج الحركة الصهيونية ووسيلتهم في ذلك إعداد جيش يهودي قوي مزود بأحدث الأسلحة والعتاد الحربي لحماية دولتهم والتوسع العدواني بالغزو المسلح ترجمة نانسي قنقر